هنروح لكرة السلة والحقيقة احنا كنا مرهنين على الفريق بشكل معين والحمد لله رهاننا كان صحيح ورؤيتنا كانت صحية النادي الاهلي فاز على الجزيرة بنتيجة 72-64 في ملعب نادي الجزيرة في الاستاد القاهرة الصالة رقم 3 انا بس عايز اوضح حاجة ان المباراة دي احنا تسايدناها منذ البدال الانهاية طبعا فريق الجزيرة محترم وتسايد البطولة او تسايد التصفيات او الادوار التأهلية دي فترة طويلة فطبعا كنت تكسامه في ملعب ولا يبقى انت فرقة كويسة ومحترمة احنا راهلنا على الفرقة دي لسبب احنا بناخد بالاسباب الفرقة كان فيها دائما ابدا 5-6-7 لعبين مصابين من اصل 15 لعب في القيمة ومازال في اصابات حتى الان ولكن اللعيبة الاعمدة رجعت واحنا كنا مرهنين لان اللعيبة ملعبتش مع بعض يعني فيه لعيبة كتير جدا ملعبوش مع بعض يعني يمكن عمر الجند وهبقى مين انا اسف عمر طارق وهبقى مين ملعبوش مع بعض ولا مباراة غير مينك المباراة اللي فاتت او اللي قابليها هبقى مين يخف يتصاب طارق عمر عمر طارق يبقى سليم غيره يتصاب لاول مرة الفرقة تلعب مش هنقول كاملة لا لسه عندنا السلعاوي والجمال وعندنا احمد حمدي عندنا اصابات كتيب لايه وحاتم البحيري عندنا اصابات لسه ولكن 80% في الفرقة كاملت الشكل تغير والنادي الاهلي الحقيقة ادار الملف ده ان شاء الله يا رب التوفيق طبعا للفريق ادار الملف ده بمبدأ علمي شايف الاسباب ايه حاط يدوء على الاسباب وبدأ يشوف يعالجها ازاي الاصابات طب نساعد الاصابات ترجع والحقيقة الضغط الرهيب اللي حصل كان عشان يحصل تغيرات في وسط الموسم النادي الاهلي الحقيقة دائما ابدا بيشتغل بسلوب علمي وتحليل اسباب الخسارة ولو في حاجة بحتاجة تدخل النادي الاهلي بتدخل ولكن خلينا اقول لكم المكسب وخسارة التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى انت تلعب وتقدي وتعمل اللي عليك والتوفيق بيجي من عند الله سبحانه وتعالى بعد ما بتكون عملت اللي عليك مش معنى ان الفئة اكتملت ان احنا خلاص بقى رح يناخد البطولات وكل حاجة اللي النادي الاهلي بيشتغل وان انت بتعمل اللي عليك وان شاء الله نكسب ولكن التوفيق وعدم التوفيق هو حاجة بايد المولى عز وجل ده في النسبة لفريق كرة السلة هنروح لفريق كرة السلة سيدات كابتن علي هاشم كان عندهم مباراة مع سبورتنج في اسكندرية انتهت بفوز سبورتنج 82-74 طبعا يعني تمانية بونت يعني سكور يعني مش كبير بس النادي احلي كان متسايد المباراة فترة طويلة طب المباراة دي تفرق معنا ما تفرقش في حاجة كالتحصيل حاصل لان سبورتنج ضمن المركز الاول والنادي الاحلي ضمن المركز التاني من 8 فرق طب تفرق في ايه ما تفرقش في حاجة اول زي تاني التاني هيلعب السبع طبعا البنات هيلعبوا الشمس هيلعبوا بيستوف سري هيلعبوا 3 ماتشات اللي هيكسب ماتشين هيطلع ماتش في ملعبي وماتش في ملعب النادي الشمس والماتش الثالث في ملعب النادي الاحلي عشان النادي الاحلي ترتيبه احسن وعايز اقول لحضراتكم انه الاول والتاني بيبقى ترتيبهم يعني او جدوالهم مش فارق عن بعض لان هم ما بيقعوش في سكة بعض في يعني في الادوار الاقصائية يعني ما بيطلعش في دور التمانية او دولار 4 يعني لو هيقابلوا بعض بيقابلوا بعض في الفاينال لو الاتنين وصلوا ودي الحقيقة اللي اللي حصلة مع فريق كرة السلة رجال انه ممكن يعابل الاتحاد السكندري في دولار 4 بس برضو مش مشكلة ما هو انت لو عايز تاخد بطولة تلعب في قبل النهائي فرقة جامدة او تلعب في النهائي فرقة جامدة ما انت لازم تاخد بطولة لازم تكسب الفرقة جامدة تكسبها في النهائي تكسبها في قبل النهائي يعني ما لهاش يعني انا شايف ان هي الفريق البطل لازم يكسب كله فهي مش ازمة الازمة ان انا بقى جاهز الازمة ان انا اشتغل الازمة ان انا اشوف اخطاء ايه وصلحها وخلينا اقولكم ان البسكت سيدات كان المحترفة قيلة سفرت واستبدلت بمحترفة تانية وكان اول مباراة لها ماتش سبورتنج محتاجة ماتشات يمكن ماتش سبورتنج والماتشين الجايين او التلاتة مع الشمس يكونوا كافيين مع كمان قبل النهائي ان شاء الله يبقوا كافيين بشكل ما ان نخش على النهائي واللعيبة تكون او اللعيبة تكونت اقلامت مع الفريق والناس بيحطت ارقام كويسة جدا المباراة اللي فاتت حت تقريبا 31 بونت وعمل تقريبا 10 بونت وخمس اسست على ما اتذكر فالحقيقة هي ماشية كويس وان شاء الله نتمنى ان هي تملى المكان بتاع كيلة قبل ما تسافر